السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة أخواتي مرحبا بكم في قناة مع وصفة أم أحمد اليوم إن شاء الله هادي نشارك معكم طريقة تحضير القرع الخضرة معمرة بالكفتة بسم الله على بركة الله بالنسبة لطريقة التحضير نحتاج الكفتة أو اللحم مفروم الكوسة أو القرع الخضرة البصل مفروم هذا للصلصة معدنوس مفروم أو البقدونس طماطم مفرومة البصل مفروم هذا الكفتة سكنجبير الكركم القرفة فلفل أسود مستصى أو الخردل الملح ملون الزيت الزيت النباتية الزيت نحضر الكفتة الزيت نضيف البصل المفروم الكمية نضيف نضيف المعدنوس نصف الكمية الزيت 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 الملح حسب كل واحد دائما قرفة 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 نخلط المكونات كاملة مع الكفتة نضيفها على الجنب نقطع القرعة الخضراء نقطع القرعة الخضراء نقطع القرعة 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 سوف نستمر بها تشكل هذا وانا كنعمر حتى نكملهم كاملين. سوف نستمر بها تشكل المقلات على نار متوسطة. سوف نضع فيها الزيت ونضيف عليها البصلة المفرومة ونضيف عليها الكمية اللي خلينا ده التوم والمعدنوس والبقدونس. سوف نقوم بها تشكل هذا. سوف ندفع لهم القلب اللي فرمته بالقرع. سوف نستفدو انه في نفس الوقت لليدات كتسموا وكلاو واحد الحاجة مفيدة. سوف نضيف الملح. سوف نضيف المحط بها. سوف نضيف الملون. سوف نضيف الملون. نضيف طماطم نست latte ثم نضيف طماط ثم نضيف طماط نضيف طماط نشعر نضيف الطمط ثم نق운� ثم نضيف طماط كمان اصر كاملة نضيف الماء ونضيف الماء فى قلع القراءة تطلق الماء اصدق الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء مجتمع نضيف المعلقة المستصى أو الخردل نضيف المعلقة المستصى نضيف المعلقة المستصى نضيف المعلقة المستصى نضيف المعقول نضيف المعلقة الكيفسا نخبركم كما تعرف كالطيب داغية والكفتة كذلك دائماً مع التحرك ونرى تكون متوسطة لكي لا تستطيع نستفع بهذه الطريقة كاملين تشكيل هذا كما ترى صحة جلدة وسهلة كما ترى الثمام سوف نغطي حتى الطبي نحرك بعد طبيعة طبيعة فكثة تشرب اضافة لصوص اضافة لصوص اضافة لصوص اضافة لصوص معقودة اضافة لصوص اضافة لصوص اضافة لصوص اضافة لصوص أضافة لصوص اضافة لصوص اضافة جيدة اضافة tex اضافة لصوص اضافة لصوص اضافة لصوص هذا الشكلahi للوصفة اليوم كالجي رائعة والديدة ومختلفة والإنسان كنوع نتمنتنا الإعجاب لكم وتجربوها ونطلقوا شيء في وصفة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا